سيد الرئيس كلنا نعرف لأن هذا الوطن يعتمد على النقل والسياحة السياحة هي دخل قومي ودخل اجتماعي لهذا البلد ونحن نعرف كم هذا العام غادر من الأردن إلى تركيا وغير تركيا من أجل السياحة وهناك أخواننا وأشقانا وحبايبنا المسيحيين نحترم هذا الموقع من أجل جذب السياحة الخارجية والداخلية ولكن مثل ما ذكر معالي أبو فيصل هناك منافع شخصية تعود لبعض المتنفذين الحيتان خذوا مثال عدد خلينا بالمادة الأولى يا أخوانا لما استملكنا الأرض بعجلون للتل إفريق من الذي اشترى الأراضي تحت التل إفريق خلينا بالمغطس السياحة بالمغطس لذلك أخي الكريم هذه الجمعية لا يجوز مدام هناك فيها مستقلة تطوير القانون أفضل ما نقول جمعية بكرا نصير مثل الجمعيات التي أسسناها من أجل كسب المال غير مشروع شكرا أبو عماد شنطة النظام يا أخوان سمحونا قليلا نصوت أبو حمد تفضل أعطي الحديث نقطة النظام يا سيدي مادة الأولى صحيح وأشكر نحن نستعرض كل مواد صحيح شكرا يا أبو عماد إذن زملاء المقترحات الموجودة لديه على المادة الأولى من مع إضافة كلمة مؤسسة بعد كلمة قانون ليصبح قانون مؤسسة لم ينجح إذن من مع قرار اللجنة أغلبية مقررة المادة 2 المطلع موافقة الأراضي المجاورة لموقع المقتص موافقة موقع المقتص موافقة المؤسسة موافقة المجلس موافقة الرئيس موافقة المدير موافقة سعادة أبو عماد تفضل كما قلت النص الدستوري بن مادة 95 صاحب الولاية مجلس وزراء فلماذا لا يذكر بدل مجلس الأمناءنا برأيي أن يكون هناك رئيس الوزراء ومجلس وزراء هو صاحب الولاية العامة وليس الهيئة المستقلة شكرا إذن بلال أنت مقترحك ما تمش التصوير موافقة عليه فبالتالي أصبح غير ذي جدوى صح الزميل الخليل العطية إضافة رقم أربعة لسنة 2017 لآخر النص فضل أنا بدأ أسأل إذا كان رح يكون نظام جديد لهذا القانون أم أن ما ورد هنا نظام هيئة موقع المقتص هو نظام رقم نظام جديد أو للنظام السابق نعم إذا كان جديد تفضل معا بسعدوا اقتراعي أما إن كان قديم مفروض أن نذكر نظام هيئة موقع المقتص رقم أربعة أربعين لألفين وسبعة نعم نعم نعم